انطلاقة الطبعة السابع عشر للمهرجان الثقافي الأوروبي كانت يوم الاثنين تسعة مايه من عام 2016 بقاعة ابن زيدون لديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة واللي راح يتواصل إلى غاية 21 مايه الجاري شعار هذا الطبعة هو الاستمرارية التنوع واللمركزية نستمر لأنه يوم الاثنين تسعة مايه من عام 2016 ويوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الاثنين يوم الاثنين ويوجد هناك طيبة كثيرة للموسيا لأنها كثير من الطبعة الموراقرة ولكن هذه العامؤية هي كلمة الاثنين ويوجد على مخصول الفتح ومهن العاملين لذلك نتعرف الدوارة هذه السنة عكس الطبعات سابقة للمهرجان حفل الافتتاح أحيا أحد رواد أغنية الموسيقى الترجية بومبينو اللي جامل النجر بشي التقي بجمهور العاصمة نذهب إلى ألجير لأننا نذهب إلى الكثير من المكان نحصل إلى الأوريف، إلى إبن خالدوم، إلى بلادار الالتف ومع إلى بازيليك، إلى باستيون 23 ولكننا نذهب إلى 4 ألجيريين إلى ألجير، إلى نابا، بيجايا، تيزيوزو و أوران علاقة بومبينو بالجزائر هي علاقة جد خاصة لكون يعتبرها بلده الثاني وانقضى فترة طويلة بمدينة تامنرس موسيقى ألجيريين، لأني أفضل أن يكون هناك لأن ألجيريين في قدرس، لأنه ألجيريين، لأنه أكبر من المكان موسيقى 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 بلده، جاز، ريجي، روك موسيقى 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 قاعة ابن زيدون كانت صغيرة و لم يستطيع أن تستقبل الجمهور الذي كان حاضر بقوة حيث أن العديد لم يحبون الحفل لكي يحضروا الحفل ويستمتعوا بأغاني بومبينو موسيقى لأننا لذلك فنحن عزيزتي كيف كانت أنا مقدمة اشتركوا في القناة